اهلا بكم من جديد في حساب مغاربية جددت جفة الخلاص المعارضة في تونس الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمات الراهنة فيما دعا رئيسها أحمد نجيب الشابي التونسيين إلى الخروج في مظاهرات يوم السبت المقبل احتجاجا على تدهور الأوضاع يأتي هذا بالتزامن مع حالة التوتر التي تهيمن على علاقة اتحاد الشغل بالسلطة لسيما بعد إعلان الاتحاد رفضه المسار السياسي الحالي وفيما تباينت ردود الفعل بشأن موقف اتحاد الشغل أشهدت جفة الخلاص بموقف الاتحاد الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت جفة الخلاص تستغل مواقف المنظمات الفاعلة لتحشيد أو للتحشيد ضد بصار الرئيس قيس سعيد بعد إعلان اتحاد الشغل التونسي رفضه المسار السياسي الحالي في البلاد جبهة الخلاص الوطني المعارضة تدخل على الخط وتشيد بموقف الاتحاد وبحسب مقربين من اتحاد الشغل فإن جبهة الخلاص تحاول استغلال أي موقف لسيما من المنظمات الفاعلة وذلك ضمن محاولاتها الحشد ضد الرئاسة التونسية اليوم كل حديث عن تحالف ما بين جبهة الخلاص والاتحاد العام تونسي الشغل على اعتبار أن هذا الأخير عبر عن رفضه العودة إلى ما قبل 25 جوليا المنطلقات مختلفة كل ما في الأمر أن جبهة الخلاص ربما تسعى إلى إيجاد تقطعات من أجل حشد جماهيرها ومن أجل حشد الرأي العام في معركتها من الرئيس الجمهورية وقبيل أياما قليلة من الانتخابات التشريعية دعت جبهة الخلاص الوطني والنهضة وحزب قلب تونس للتظاهر يوم السبت المقبل فيما وصفه مراقبون بمحاولة أخيرة من المعارضة لحشد الشارع من أجل مقاطعة الانتخابات لابد أن نلفت النظر أولا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنزل فيها المعارضة للشارع ثانيا أن اليوم عنوان الصراع بين المعارضة والسلطة لم يعد سياسيا فحسب بل انتقل إلى بعض أخرى الآن المعارضة تريد تجيش الشارع ضد العملية الانتخابية تريد كسب دعم الشارع والأكثر من ذلك تريد توسيع رقعة المقاطعة مقاطعة هذه الانتخابات وفي مناسبات سابقة دعت تيارات سياسية فاعلة أبرزها النهضة والحزب الجمهوري والعمال والدستوري الحر لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي ما بين مواقف المؤيدين والمعارضين لخريطة الطريق الرئاسية ترتفع وطيرة الجدال السياسي في البلاد قبيل أيام قليلة من الاستحقاق التشريعي ليبقى الرهان الأكبر على حجم المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق ياسر دبابش الغد تونس ولم ناقشة هذا الموضوع نضم إلينا ضيفانا من تونس معنا الأستاذ خليفة شوشان الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشر معنا أيضا الأستاذ وفاء الشاذلي المحامية والبحثة السياسية أبدأ معك أستاذ وفاء أهلا بكم معنا طبعا أستاذ وفاء جبهة الخلاص تجدد دعوتها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدعو لمظاهرات كبيرة يوم السبت المقبل ضد مصار قيس السعيد هل هذا ممكن قبل الانتخابات بأيام قليلة؟ مرحبا شكرا على الاستضافة في الحقيقة ليست المرة الأولى التي تدعو فيها جبهة الخلاص إلى التحشيد الشعبي ضد مصار 25 جميل يا دعيني سيدتي الكريمة أقول لك أنه مصار الشعب التونسي بفئاتي الواسعة لا داعي للتشخيص لأن نضالات الشعب التونسي هي سابقة للرئيس قيس السعيد إذن هذا المصار هو مصار شعبي ناضل لأجل الشعب وأعطى الدماء الزكية لشهدائنا الأبرار إذن مصار 25 جميل يا يسير ثابتة الخطوات ولذلك المرحلة الأخيرة والمفصلية التي ستحسم هي هذه الانتخابات التشريعية وذلك الاستكمال مؤسساتنا والخروج من حالة الاستثناء إذن يعني جبهة الخلاص تعلم جيدا أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية وستخرجهم من التموقع السياسي وتقصي أحلامهم بالعودة إلى ما قبل 25 جويل يا إذن هم يعولون على الشعب الغاضب من غلاء الأسعار على يعني نقص المواد الغذائية ولكن دعيني أقول سيدتي الكريمة أنهم عبثا يحاولون لأن الفئات وغالبيت فئات الشعب التونسي يفهمون جيدا كنها هذه اللعبة ويعلمون جيدا أن الهدف ليس المقدرة الشرائية للمواطن التونسي بل حرص هذه الشرذمة على التموقع السياسي ليس أكثر هم خبروهم نحن خبرناهم وعرفنا نتائج حكمهم الكارثية التي أوصلت تونس إلى ما هي عليه اليوم نحن اليوم في حرب على الدولة الدولة التي تريد استعادة عافيتها وقوتها لأن المنظمات والأحزاب استقوا على الدولة وما نراها اليوم هو محاولة للاستقوئ عليها طيب هذا فيما يخص المعارضة ولكن هناك أيضا من يرفض مصار 25 من يوليو أو انفراد الرئيس بالسلطات ومعنا الأستاذ طبعا من تونس خليفة شوشان أستاذ خليفة عند الحقيقة عن انتحاد الشغل هذه المؤسسة التي لها ثقل في تونس هي ترفض ما دعا إليه الرئيس قيس السعيد هناك تطابق في المواقف بينها وبين الجبهة الخلاص ولكن هل هناك توافق بينهما؟ هل هناك تحالف؟ هو أولا أتوجه بالتحية إلى قناة ملاكول مستمعين ولابد كلمة ربما صدرت من الأستاذة وفاء تسمي جزء من الشعب التونسي بالشرظمة فأقول أننا بعد ثورة أربعة الجنفي قطعنا مع مثل هذه العبارات التي كان يرددها النظام السابق هم جزء من الشعب التونسي يعبرون عن رأيهم نتفق معهم أم نختلفوا خرجوا في مسيرات سابقة ويخرجون في مسيرات أخرى وهذا لا يفسد للوطقضية من حقهم أن يعبروا على رأيهم بالعكس أنا أقول الأستاذة وفاء التي تطرح نفسها كمساندة لمسار 25 جميلة من المفروض أن تكون تنسب هذه المسألة وتعتبر أن خروجهم جزء ميناء الديمقراطية التي ما زالت سائدة في هذه البلاد رغم كل إدعاءات جبهة الخلاص بأننا في وضع استبداد ووضع ديكتاتوري هذه ملاحظة أولية في علاقة بموقف الاتحاد العام التونسي للشور ربما غير المتبعين للشأن الوطني في تونس يستغربون ربما من الخطاب والتجمع الأخير بمناسبة ذكرى السبعين لاستجهاد خالد ذكر فرحات حشاد وخطاب ألمين العام والاتحاد من وراءه معبر على الاتحاد يقولون أن اللهجة قوية لكن المتابع لبيانات الاتحاد ومواقفه منذ 26 جوليا 2021 بعد يوم فقط من 25 جوليا وإعلان قرارات رئيس الجمهورية والإجراءات الاستثنائية كان موقف الاتحاد واضح أنه يساند هذا المسار ولكنه لا يعطي سكا على بيض هذا المسار ويدعو إلى التشاركية من أجل بناء تونس جديدة والتخلص من إرث العشرية السوداء لذلك فإن موقف الاتحاد الأخير هو في نفس الأساس ربما كان الخطاب حاد جدا لأنه على موعد مع مشروع الميزانية لسنة 2023 ومن حق الاتحاد أن يطالب الحكومة أن تكشف عن إجراءاتها في علاقة بمشروع الميزانية على الحكومة أن تكشف عن توافقاتها مع صندوق النقد الدولي ونحن على بعد أيام من إمضاء هذا الاتفاق وللحصول على هذا القرض ولا نعرف إلى حد الآن ماذا اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي إذن الأرضية مختلفة بين الأرضية التي يقف عليها الاتحاد العام التونسي للشعود الذي يكرر ويعيد أنه ضد مسار 24 جويلة وكان مع مسار 25 جويلة لكن أرضيته الآن هي أرضية بدرجة أولى اقتصادية واجتماعية متعلقة بالوضع المتردي الاجتماعي الذي يعيشه التونسيين اليوم لا أخفيك سراً أن العديد من المواد الأساسية مفقودة تقريباً رئيس الجمهورية في آخر خروج له إلى الشارع التونسي الشعب التونسي لم يطالبه بالمحاسبة كما تعود أن يطالبه في خرجاته الأولى بعد 25 جويلة إلى شارع الحبيب بورقيبة لكن طالبته إمرأة طالبته بالحليب أي أن المطالب تغيرت لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيء جداً المخابز اليوم تقريباً كنت في طابور من أجل حصول على خبز لأن هناك إشكال مع نقابات أو مع غرف المخابز ثم هناك العديد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي ترخي بثقلها على المواطن التونسي والشعب التونسي وربما حتى فرحت الشعب التونسي ومساندته 25 جويلة لتخلصها من كابوس العشرية السوداء عشرية الاختيارات والعبث السياسي أصبح هذا الأمل يتراخى أمام تقريباً ثقل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الأساس كان موقف الاتحاد أوصل رسائل إلى الحكومة أن تكون واضحة في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي أستاذ وفاء تونس في هذه الظرفية التي هي مقبلة فيها على الانتخابات هناك اقتصاد سيء جداً هناك غياب للسكر الزيت النباتي الحليب وغيره طبعاً هناك اتفاق سيواقع مع صندوق النقد للحصول على 2 مليار دولار مع نهاية هذه السنة والشعب لا يعلم شيئاً عن كل ذلك والحكومة لا تتواصل إن كان مع الأحزاب السياسية أو مع الشعب كيف تردين؟ في الحقيقة نعم الحكومة للأسف تغيب عنها الشفافية يعني مخاطبة الشعب خرجت وزيرة المالية يعني منذ زهاء الشهرين فاستقبلها الشعب التونسي يعني برحابة صدر لأنه اليوم نحتاجه إلى مصارحة الشعب لا يمكن تمرير يعني اتفاقيات دون أن يعلم بها الشعب حتى نحمله المسؤولية كيف يضحي هذا الشعب دون أن يعلم بثمن هذه التضحية الزمن الذي سيضحي فيه هذا الشعب لحقيقة التواصل بين الحكومة وبين الشعب شبه مفقود وهذا يعني خطأ يعني تواصلي كبير جداً لحكومة السيدة نجلة بودن لكن المواطن التونسي اليوم مطلبه الأول يبقى المحاسبة لأنه فعلاً هناك نقص في المواد الغذائية فعلاً هناك غلاء فاحش متسارع الوتيرة ولكن الشعب التونسي يعلم جيداً مربط الفرس أن المحاسبة هي ما ستؤدي إلى ضرب الاحتكار إلى ضرب من يضرب وقوط التونسيين الدولة اليوم في حالة حرب لأن هناك من يريد التموقع من جديد في السلطة فيضرب وقوط التونسيين في الحقيقة اليوم من يضرب القوط عدة جهات لكن هدفها هو التموقع وأن يكون أكبر قوة في البلاد وأكبر من قوة الدولة وهذا اليوم ما نعيشه للأسف سيدتي الكريمة بكامل العيوب على الحكومة ولكن هذه الحكومة ورثت تاركة ثقيلة وما زال هناك من يريد الاستقواء على الحكومة سيدتي الموضوع ليس الانتخابات بل هو التموقع السياسي وهم يدعون إلى التشاركية ولكن في الحقيقة التشاركية بمعناها الأصح هو الاستقواء على الدولة أستاذ خليفة يعني بعد كل ما ذكر هل يراهن قيس السعيد ربما على خروج المواطنة التونسي والذهاب إلى سنديق ليقترع؟ هو إلى كملاحظين وكإعلاميين وصحفين نحاول أن نتحرى أكثر ما يمكن الموضوعية في كل كلمة نقولها لحنا هنا لسنا بصدد الدعاية لقيس السعيد أو ضد قيس السعيد نحن نتعامل في الأخير مع النجاعة مع ما هو على الأرض الحكومة تقريبا حصيلتها سفر إلى حد الآن نعرف أن التركة ثقيلة تركة عشر سنوات لكن زاد الحكومة عجزها ليس اتصالي فقط وإنما عجزها حتى على مستوى ألداء وعلى مستوى حل المشكلات الشعب التونسي انتظر تقريبا عام سنة ونصف أو منذ 25 جوليا وأصبح الشعب التونسي يضيق ذرعا بهذه الوضعية التي تتردى يوما بعد يوم وسيكون لهذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي تأثير كبير جدا على المواطن التونسي لأن المواطن الذي يفتقد الزيت المدعوم والذي يفتقد الخبز وربما يفتقد الحليب لصغاره وربما يقضي جزء من يومه من أجل حصول على علبتي حليب من أحد المساحات التجارية لا أتصور أنه سيشغله أن يذهب إلى الانتخابات من أجل نعبر على رأيه لذلك أقول أن الحكومة هي أول من خذلت مسار قيسة سعيد لأنها لم تنجح ربما في ربما التحضير لأرضية اقتصادية واجتماعية ملائمة تجعل المواطن التونسي يقبل على هذا صندوق الانتخابات لأن المواطن يصل الآن وماذا سيفيده لصندوق الانتخابات إذا كانت أبسط الحاجيات والمواد الأساسية غير متوفرة في بيتي ولأطفالي أشكرك جزيلا شكرا أستاذ خليفة شوشان الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحادي الشغل الشكرا أيضا موصول أستاذ وفاء الشاذلي المحامية والباحثة السياسية شكرا جزيلا لكم وضيفانا من تونس حيثتنا المغاربية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل ندوة السلم والأمن في إفريقيا بالجزائر تجدد المساعي لتنصيق جهود الدفاع عن أمن ومصالح القارة اشتركوا في القناة